السيدات والسادة يأتي انعقاد مؤتمر للصمار في وقت شديد الدقة في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بزلال شديدة السلبية وتحديات متعددة وعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها الأمر الذي يتطلب دعما وتنصيقا مستمرا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات خاصة بعدما أثبتت مصر أنها الشريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة بما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي إن مصر تخطو بخطة ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم التحول الأخضر وحجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إن مؤتمرنا اليوم سيتيح للدول والكينات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة في مصر لا سيما في المجالات المحفزة لنمو الاقتصادي والتشغيل مثل اقطاع الاتصالات والتكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات والصناعات التحولية وينتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري فضلا عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لبصر إضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن إناقاد هذا المؤتمر اليوم يمثل رسالة الثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية شكرا شكرا